بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراص مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقان فهم مفمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونبتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكتبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم لنا عذاب أليم قالوا اتغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر إلا تغني عني شفاعتم شيئا ولا ينقذون إني إذن في ظلال من مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت له الليل نسلق منه النار في ذاهم يضرمون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الورجون القديم للشمس يميغي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يصبح مصون وآت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لنقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا يا مبين